عليه الصلاة والسلام كان يأمر قومه أن يخلصوا العبادة والدعاء لله تبارك وتعالى وكان عليه الصلاة والسلام ينهى قومه أن يشركوا بالله عز وجل وأن يشركوا أصنامهم وأولياءهم مع الله تبارك وتعالى قال الله تبارك وتعالى ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا فكان المشركون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يدعون مع الله عز وجل الأولياء وهو ملات وهو بل إلى آخر كانوا يدعوا مع الله عز وجل هؤلاء الأولياء لذلك قال الله تبارك وتعالى فلا تدعوا مع الله أحدا فلا تدعوا مع الله أحدا عشان تعرف أن المشرك كان يدعو الله لكن مع الله يدعو أولياء أولياء عديل لأن الله قال أولياء ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما أصنام أولياء ولا حجار أولياء أولياء يعني ناس بشر يعني فكذا الله عز وجل قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم كانوا بشر وكانوا صالحين ماذا بتاعنا الليلة كانوا صالحين وعبدوا مع الله تبارك وتعالى ومع ذلك نهى الله عز وجل أن يدعوا مع الله تبارك وتعالى وأن يشركوا مع الله عز وجل في الدعاء فهذه هي دعوة النبي عليه الصلاة والسلام فلا تدعوا مع الله أحدا وكانوا يدعون أولياءهم مع الله عز وجل كما أخبر الله تبارك وتعالى في الكتاب قال الله عز وجل وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون أي في الشدة وفي وقت البلاء كانوا يخلص الدعاء لله تبارك وتعالى دين مشركين عديل كذا مشرك كافر كان لما يشتد به البلاء وتنزل به المصائب كانوا يخلصون العبادة والدعاء لله عز وجل أما في الرخاء فكانوا يشركون بالله تبارك وتعالى أما في هذا الزمان وفي هذه الأيام ممن يدعوك أن تشرك بالله عز وجل في الشدة في الشدة المشرك كان يسأل الله براه الله قال دعوا الله مخلصين له الدين يعني أبو جهل لو اتزنك وخش في مشكلة بنادي الله براه براه إنت الليلة يقول لك إنت لو خشيت في مشكلة وخشيت في مصيبة ما تبقى زي أبو جهل أبو جهل يبقى أحسن منك أبو جهل سأل الله براه إنت ما تبقى زي أبو جهل يقول لك نادي أحل الله أحا أحل السلسلة بناديهم تناديهم ليه؟ ليه؟ يقول لك دل صالحين ويعني؟ ويعني؟ صالحين آي؟ يعني شنو صالحين؟ كده وريني مش انت ده صالح؟ كو اي صالح؟ أخونا ده صالح يعني شنو صالح؟ يعني شنو؟ نعبد مع الله عز وجل أصلح من الرسول صلى الله عليه وسلم في؟ في؟ عندك زوال أصلح من النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما في؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ما بجوز لك تدعوه مع الله لأنه الله خالق والنبي عليه الصلاة والسلام مخلوق ما بتساوي الخالق بل مخلوق لكنه يقول لك ده الصالحين وما أنه مالهم طيب صالحين أكلوا كثرة أكلوا كثرة أكلوا بالتيخ بالتيخ ما أنه مالهم الله قال من عمل صالحا لمنه إنت الحشرك شو رأس فلمنه فلنفسه ليروحه يعني إنت مالك إنت ده مالك وزعلان هو وما عارف لك إنت الله قال لك من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلاء من للعبيد إنت عمل صالح وأدعو الله عز وجل وتوسل إلى الله تبارك وتعالى بعملك الصالح لكن تمشي تمسك لي في ذول ميد ذول مدفون إنت يقول لك ده ولي لو فرضنا إنه ولي برضو ما بجوز لك ولو دعيت الولي مع الله إنت ساويت الولي ده مع ربنا تبارك وتعالى وكفرت بالله عز وجل قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقال الله تبارك وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداءا وكانوا بعبادتهم كافرين الله قال لك ما تدعو غيري ما تدعو غيري إنت الليلة يجيك زول في الزمن ده وعامل فيها مسلم وشيخ من شيوخ الإسلام وداعية من دعاة الإسلام كذبا وزورا وبهتانا يدعوك إنك تبقى زي أبو جهل وأبو الهب يقول لك تقوم تنادي أهل الله نهل السلسلة بناديهم ما فيهم إلا بناديهم حيين ميتين بناديهم قوم يا أخي ناديهم لي رجال الله البذيل البي وكذب ساكب عندك صداعك بذيل لك الصداع عيان كورك تلايا أهل الله نحنا لو جيتنا نحنا بنقول لك الله قال لك وإذا مرضت فهو يشفينا البشفيك الله لكن داك لو ات عيان بقول لك تعال نطواري تعال تعال بنعالجك وهو ذاته لما نبقى عيان ممشي وين ممشي وين ممشي الدكتور وإنت عيان تمشي له الآن يدعوك لكلام زي دا واحد في البلد دي اسمه عوط من كده ما عارف ليك رئيس الطريقة الختمية في البلد دي يدعو الناس للكلام دا وقال لنا بتحدى الوهابية يعني إن إحنا يعني وما وهابية وفي الإسلام ما في عيس ما وهابية لا نصر سنة لا صوفية لا إخوان مسلمين لا شيعة لا عزب تحرير ولي حاج كل ما إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء قال أنا بتحدى هم ينظروا في دعاء غير الله تبارك وتعالى شوفوا البلد دي اسمه وقعدوا اين أنه إحنا نجي نتناقش مع زول لا نادي الله ولا ما نادي الله دي دائرة نقاش يا جماعة دي دائرة نقاش دي دائرة نقاش أنا جي أتناقش معاك أتغارط معاك أنا أقول لك إتنادي الله وإنت تقول لي لا بجوز تنادي غير الله يجوز تنادي غير الله تكفر بالله تبارك وتعالى وديتك الآيات ولسه ربنا تبارك وتعالى قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبيوك مثل خبير وإنت قد تكون أهل البلد أدرى بهذا الرجل اسمه عوط سيد ميم ما عارف لك عوط حسين خوجلي المهم صوفي في الآخر وإنت تكونوا عارف إنه حيث ما وجدتموه فأخبروه أنا إنا له بالمرصات وإنت أجي زمن أجي زمن صباح ليل فيهم تبجو بالبر بالنص وإنت قال دائر مناظرة جاهزين جاهزين بإذن الله تبارك وتعالى فهذا هو دين الله عز وجل جزاك الله خير وهذا هو دين النبي عليه الصلاة والسلام وأن نعبد الله تبارك وتعالى كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى قال الله تبارك وتعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير فده هو دين النبي عليه الصلاة والسلام وهذا هو أمر الله تبارك وتعالى خلاص يا أخوان أنا كلام الدار أقول انتهت منه يضعكم الله خير وبرك الله فيكم